السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم مستر ابراهيم السيد ان شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة المراجعات النهائية اللي بدأناها لسنة ثلاثة اعداد الترم الاول علوم واخيرا وصلنا الاخر درس في المنهج مع بعض النهاردة هنراجع وهو بعنوان التقاصر اللاجنسي والجنسي تعالوا كده نبدأ بالمفاهيم والمصطلحات وزي ما قلتلك يا سنة ثلاثة المراجعة دي مهمة جدا اوعد فوتها لفرصة تانية انك هتلف على المنهج مرة تانية من اول والاخر قبل الامتحان وكمان هتعرض عليك مصطلحات جديدة مش موجودة في الكتاب فخلي بالك المراجعة دي مهمة وخلي بالك المراجعة دي مهمة يلا بنا كده نبدأ بالمفاهيم والمصطلحات العلمية اول حاجة التقاصر اللاجنسي هو عملية يكون فيها الكائن الحي بانتاج افراد جديدة لها صفات راسية مطابقة للاباء او هو تقاصر لا يتطلب اجهزة او تراكيب خاصة في الكائن الحي يبقى اللي تنين دول سواء ده او ده جالك اكتب المصطلحة العلمية هتقول له التقاصر اللاجنسي الزيجوت هو الخلية الناتجة عن عملية الاخصاب والتي تحتوي على العدد الكامل من كروموسومات النوع يبقى ايزا الزيجوت بيبقى في البتوء N اللي هو العدد الكامل طب حاجة تانية ممكن يجيلك في شكل اكتب المصطلحة العلمية يحتوي على مادة وراسية من كل من الابوين برضو هتقول له ازاي وعند نمو يعطي نسلا جديدا يجمع في صفاته من صفات كل من الفردين الابويين عندك بعد كده الانشطار السنائي هو تقاصر لا جنسي يتم عن طريق انشطار الفرد الابوي وحيد الخلية الى خليتين متماسلتين كل من هما مطابقة له تماما هتقول له الانشطار السنائي طب ممكن يقول لك احد انواع التقاصر اللاجنسي يحدث في الكائنات الحية وحيدة الخلية وفيه تنقسم النواة ميتو زي ثم تنشطر الخلية التي تمثل جسم الكائن الحي وحيد الخلية الى خلية تاني بعد طول برضو هتقول له الانشطار السنائي عندي بعد كده التجدد هنقول له هو قدرة بعض الكائنات الحية او بعض الحيوانات على تعويض الاجزاء المفقودة منه وطبعا هنا الاشهر هنا نجم البحر عندك بعد كده الاخصاب هو اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنس لتكوين الزيجوت او اللقاح عندي بعد كده الامشاج هي خلايا تنتج بالانقسام الميوزي وتحتوي على نصف عدد الكروموسومات تتكون في الكائنات الحية من خلايا خاصة تعرف بالخلايا التناسلية في عملية الانقسام الاختزالي اللي هو الانقسام الميوزي اللي هو المنصف عندي بعد كده التبرعم تكاثر لا جنسي يتم عن طريق البراعم النامية من الفرد الابا او صورة من صورة تكاثر لا جنسي في فطر الخميرة وحيوان الاسفنج عندك بعد كده التكاثر الخضري هو تكاثر لا جنسي يتم بوسطة اجزاء النبات المختلفة مع عدل بزور التكاثر الجنسي هو انتاج افراد جديدة من فردين ابويين احدهما مذكر والاخر مؤنس وهنا بقى خلي بالك يقول لك التكاثر في النبات التكاثر في النبات يعتبر تكاثر لا جنسي ولا تكاثر جنسي هنقول له تكاثر جنسي ليه لان انت عندك النبات في عندك ازهار مذكرة وازهار مؤنسة تمام الازهار المذكرة فيها عندك الموتوك وعندك ايه عندك اطلع وعندك المتاع الطلع اللي هو عضو التسكير والمتاع عضو التأنيس يبقى هنا برضو لما يقول لك التكاثر في النبات وعطت لغبة في الحتة دي وتقوله تكاثر خاضر هتقوله تكاثر جنسي بأنواع التكاثر في النبات تكاثر ايه جنسي عندك كمان تكاثر يعتبر مصدر للتغير الوراسي برضو هنقوله التكاثر الجنسي عندي بعد كده التكاثر بالجراسيم اللي هي الابواغ هو تكاثر لاجنسي يتم عن طريق الجراسيم التي تنتجها بعض الكائنات الحية او احد صور التكاثر اللاجنسي وهو اكسر شيوعا في التحالب والفترياض عندي بعد كده هيجي لك اهمية واستخدامات اهمية التكاثر ايه هنقوله استمرار نوع الكائن الحي وحمايته من الانقراض بيهن الهدف من التكاثر استمرار النوع تمام وليس استمرار الحي يبقى التكاثر هنا مش مهم لاستمرار الحي ما المهم لايه لاستمرار النوع عندي بعد كده التكاثر الجنسي مصدر للتغير الوراسي بين افراد النوع الواحد من الكائنات الحي التكاثر الجنسي انتاج افراد جديدة مطابقة تماما للفرد الابوي التقاصر الخضري انتاج نباتات جديدة مطابقة تماما للنبات الاصلي دون الحاجة الى بزور الكرس الوسطي في نجم البحر اتمام التقاصر بالتجدد في نجم البحر الحوافظ الجرسومية في فطر عفن الخبز هنقول له الاحتفاظ بالجراسيم حتى اتمام نتجها الخلايا التناسلية بالنسبة للتقاصر الجنسي تكوين الامشاج بالانقسام الميوزي عملية الاخصاب تكوين الزيجوت الزيجوت يعطي عندنا مو فردا جديدا وطبعا الزيجوت بينمو بالانقسام الميتوزي عندي بعد كده اهم التعلينات يقول لك على اللي يعتبر التقاصر الجنسي تقاصر لا تزاوجي هنقول له لانه يتم عن طريق كائن حي واحد فقط الافراد الناتجة من التقاصر الجنسي تشبه تماما الفرد الابوي اللي هو الكائن الحي الاصلي او يحافظ التقاصر الجنسي على التركيب الوراس الكائن الحي السؤالين لهم اجابة واحدة نقول لان الافراد الناتجة عنهم تحصل على نسخة كاملة من الصفات الوراسية للفرد الابوي اثناء حدوث الانقسام الميتوزي طيب عندي بعد كده يقول لك على اللي يعتمد التقاصر الجنسي على الانقسام الميتوزي حتى تحصل الافراد الناتجة على نسخة كاملة من الصفات الوراسية للفرد الابوي يعتبر الانشطار السنائي في الاميبة تقاصر الجنسي لانه يؤدي الى انتاج افراد جديدة من فرد ابوي واحد يعتبر الانشطار السنائي في الاميبة انقسام ميتوزي لانه ينتج عنه خليتين متماثلتين ومتطابقتين تماما لخليط الفرد الابوي يخلي بالك من السؤالين هنا ليه بيعتبر تقاصر لا جنسي لانه بينتج افراد جديدة من فرد ابوي واحد اما الانقسام ميتوزي لانه بينتج عنه خليتي لان الميتوزي بينتج عنه خليتين مطابقتين تماما لخليط الفرد الابوي يبقى الاثنين خلي بالك من السؤالين دول مهمين اوي طيب عندي بعد كده يختفي الفرد الابو الذي يتقاصر بالانشتار السنائي هنقول له لانه ينشطر الى خليتين متماثلتين تماما تتشابه الخلايا الناتجة عن التبرع مع الخلايا الاصلية لانها نتجت عن انكسام ميتوز لان زي ما اتفاننا ان الانكسام الميتوز بيانتج عنه خليتين مطابقتين تماما للفرد الابو عندك بعد كده يتواجد فترة الخميرة على هيئة مستعمرات لان بعض البراعم الناتجة عن تقاصره بالتبرع تظل متصلة بالخلية الام وتنمو وتتقاصر بنفس الطريق لا يعتبر التبرع منشتار سنائي لان التبرع يتم عن طريق البراعم النامية من الفرد الابوي ويظل الفرد الابوي موجود بينما في الانشتار السنائي ينشطر الفرد الابوي الى خليتين متماثلتين استمرار حياة نجم البحر حتى مع قطع احد ازرعه لقدرته على التقاصر بالتجدد لان الزراعة المفقودة ديت لو فيها جزء من الكرس الوسطي تقدر تاني تعمل تقاصر بالتجدد وتانمو تاني مكونة نجم بحر جديد عند بعد كده يتقاصر نجم البحر لا جنسيا بالتجدد هنقوله لا جنسيا لانه يؤدي الى انتاج افراد جديدة من فرد ابو واحد وبالتجدد لقدرته على تكون حيوان كامل مطابق لنجم البحر الاصلي بشرط احتوائها على جزء من الكرس الوسطي للحيوان لا يعتبر التجدد في جميع الحالات تقاصرا هنقوله لانه قد يحدث بهدف النمو او تعويض الخلايا التالف خلي بالك من السؤال ده يبقى ليه التجدد مش في كل الحالات بنقوله على تقاصر لانه ممكن يحصل بهدف النمو او تعويض الخلايا التالف وجود حافظات جرسومية في فطر عفن الخبز لحفظ الجراسيم الخاصة بعملية التقاصر لا جنسي لا توجد حافظ جرسومية في فطر الخميرة لان فطر الخميرة يتقاصر بالتبرعم وليس بالجراسيم يتم التقاصر لا جنسي في النبات دون الحاجة الى امشاك لانه يتم خضريا بواسطة اجزاء من الاعضاء النباتية المختلف تعتبر زراعة الانسجة النباتية من اهم الطرق الحديثة في زيادة المحاصيل لانه بواسطتها يمكن الحصول على اعداد كبيرة من النبات باستخدام جزء صغير منه يفضل التقاصر الخضري في النباتات ذات الصفات الوراسية جيدة الانتاج لانه نوع من التقاصر اللاجنسي الافراد الناتجة منه تحمل نفس الصفات الوراسية للفرد الابوي جيد الصفاء لا يمكن ان تظهر سلالات جديدة من نبات الفراولة عند اكساره خضريا لانها نتجت عن انقسام ميتوزي يعتبر التقاصر الجنسي تقاصر تزاوجي لانه يتم عن طريق فردين من نفس النوع احدهما مذكر والاخر مؤنس في التقاصر الجنسي تنتج افراد جديدة تحمل صفات مشتركة من الابوين لان الافراد الناتجة تكتسب صفاتها الوراسية من فردين ابويين عندك بعد كده التقاصر الجنسي مصدر للتغير الوراسي خلي بالك من السؤال ده او اختلاف الصفات الوراسية بين افراد النوع الواحد في التقاصر التزاوجي اللي هو الجنسي هنقول له لحدوث ظاهرة العبور اثناء الانقسام الميوزي عند تكوين الامشاج كما ان الناس للناتج يجمع صفات الوراسية من فردين ابويين مختلفين ايجي ولك علل التركيب الوراسي للامشاج ان فقط ليه الامشاج بيبقى فهو نص العدد بس هنقول له لانه نتج عن انقسام ميوزي ولانه بعد الاخصاب يتم الزيجوت او يتكون الزيجوت اللي هو في تو ان الذي ينمو ويكون الكائن الحال يلعب الانقسام الميوزي دور رئيسي في عملية التقاصر الجنسي هنقول له لانه بواسطته يتم تكوين الامشاج اللازمة لاتمام عملية التقاصر الجنسي لابد من حدوث الاخصاب حتى يتم التقاصر الجنسي لتكوين الزيجوت الذي ينمو مكونا فردا جديدا يحمل المادة الوراسية كاملة النوع يحتوي الزيجوت على المادة الوراسية كاملة او سباية عدد الكروموسومات في افراد النوع الواحد التي تتقاصر جنسيا هنقول له لاندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنس واللزان يحتوي كل منهما على نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الكائن الحال لوان فيتكون الزيجوت الذي يحمل العدد الكامل من كروموسومات النوع لها في تو ان طيب بيجي ولك من النتاج المترتبة على او ماذا يحدث انقسام خليط اميبة سلاس انقسامات متتالية هي الاميبة دي بتنقسم ايه بلانشتره السناء انقسام ميتوزي والانقسام الميتوزي بينتج عنه خليطين يبقى اذا العلاقة عندي اللي هحسد منها الحاجات دي 2 أس نون نون دي عدد الانقسامات يبقى هنا 2 أس هو قال لي كام انقسام 3 يبقى 2 أس 3 اللي قال لي 2 في 2 في 2 اللي عبره عن 8 خلايا بإذن تتكون 8 خلايا جديدة مماثلة تماما للخلايا الأم انفصال براعم الهايدرا في وسط مناسب ينمو مكونا فردي جديد مماثلا تماما للفرد الأبوي وضع فطر الخميرة في محلول سكري دافئ يتكاثر بالتبراعم مكونا أفراد جديدة وقد يكون مستعمرة استمرار اتصال البراعم بجدار فطر الخميرة تتكون مستعمرة من فطر الخميرة تقطيع نجم البحر وإلقاءه في الماء أو فقد حيوان نجم البحر أحد أزرعه وكان يحتوي على جزء من كرس الوسطي هنقول له تنمو الكطع التي تحتوي على جزء من الكرس الوسطي مكونة أفرادا جديدة انفجار الحافظ الجرسمية لفطر عفن الخبز تتناصر الجراسيم الموجودة بها في الهواء وعندما تسقط على بيئة مناسبة فإنها تنمو مكونة فطريات جديدة مطابقة تماما للفرد الأبوي زراعة نسيج من نبات الجزر تتكون نباتات جزر جديدة متشابهة تماما للنسيج المستخدم حدوث عملية الإخصاب يتكون الزيجوت الذي ينمو مكونا فردا جديدة اندماج مشيج مذكر مع مشيج مؤنس يتكون الزيجوت الذي يعطي عند نموه بالانقسام الميتوزي فردا جديدا يحمل صفات مشتركة من الأبوين طيب يجي يقول لكارم بين التقاصر الجنسي والتقاصر اللاجنسي التقاصر الجنسي هو تقاصر تزاوجي أما اللاجنسي لا تزاوجي الجنسي يتم عن طريق سنين من الكائنات الحية أحدهما مذكر والآخر مؤنس أما اللاجنسي يتم عن طريق فرد أبا واحد أو كائن حي واحد الجنسي يحدث في أغلب الكائنات الحية الراقية من نباتات وحيوانات يبقى هنا هو النباتات بتتقصر جنسيا نخلي بالك من الحتة دي أما اللاجنسي يحدث غالبا في الكائنات الحية وحيدة الخلايا وبعض الحيوانات والنباتات عديدة الخلايا الجنسي يتضمن انقساما ما يزين أما اللاجنسي يتضمن انقساما ما يتوزين الجنسي يتم بوسطة أجهزة وأعضاء تناسلية متخصصة أما اللاجنسي لا يتطلب أجهزة أو تركيب خاصة في الكائن الحين تقاصر الجنسي الأفراد الجديدة الناتجة مختلفة في صفاتها الوراسية عن الفردين الأبويين أما اللاجنسي الأفراد الناتجة لها صفات وراسية مطابقة تماما للأباء يعني تشبه تماما للفرد الأبو طيب عندي بعد كده التقاصر بالانشتار السنائي والتقاصر بالجرسين تقاصر بالانشتار السنائي تنقسم فيه النواة ميتوزيا وتنشطر الخلية التي تمثل جسم الكائن الحي وحيد الخلية إلى خليتين ليصبح كل منهما فرد جديد أما التقاصر بالجرسين عند نطج الجرسين تنفجر أو تتمزق الحافظة الجرسومية وتتناصر الجرسين في الهواء وعندما تقع الجرسين على بيئة مناسبة تبدأ بالنمو وتعطي كائنا جديد التقاصر بالانشتار السنائي يحدث في الكائنات وحيدة الخلية زي الأوليات الحيوانية زي الأميبة والبراميسيوم والوجلين وبيحصل كمان في التحالب البسيطة والبكتاري أما التقاصر بالجرسين اللي هي الأبواغ يحدث فيه بعض التحالب والفطريات مثل عفن الخبز فطر عفن الخبز وفطر عشو الغراب طيب عندي بعد كده التقاصر بالتجدد والتقاصر بالتبرع التقاصر بالتجدد هو قدرة بعض الحيوانات على تعويض الأجزاء المفقودة منه مثل نجم البحر أما التقاصر بالتبرع هو تقاصر لجنسي يتم عن طريق البرع من نامية من الفرد الأبو مثل فطر الخمير طيب تعالوا كده ناخد بعض الرسومات الهمة اللي عندنا التقاصر بالانشتار السنائي في البكتاريا بص كده على خليط البكتاريا خليط جسم الكائن الحي هو بيبقى في قلبه المادة الوراسية كاملاليات وإن تبدأ المادة الوراسية دي يحصل لا تضاعف تتضاعف المادة الوراسية بعد كده تنخسر الخلية إلى جزئين بس غير منفصلين المادة الوراسية بتتوزع بينهم بالتساوي بعد كده تنشطر الخلية إلى خليتين وكلا منها نفس عدد الكروموسومات الموجود في الخليل الأم الخليل الأم كان فيها 2N برضو الخليتين النتجتين كل واحدة فيهم فيها 2N طيب عندي بعد كده وهنا طبعا في الانشتر السنائي اختفى الفرد الأبو أما هنا بقى ندخل في تاني حاجة تبرعم في الخميرة ده بناخد فطر الخميرة الشكل ده مهم قوي ده جسم الخلية فطر الخميرة هي ده عبارة عن نواة كبيرة البضة دي اسمها فجوة ده غشاء بلازمي ده سيتو بلاز عندك إلا هيحصل بيطلع برعم وهو في جسم الخلية بروس جانبي يسمى بالبرعم ينشأ في جسم الخلية البروس ده بيبدأ ينمو بعد كده النواة بتبدأ تنقسم ميتوزين إلى نواتين تبقى إحدهما في الخلية الأم وتهاجر الأخرى إلى البرعم هي هاجرة الأخرى إلى البرعم بعد كده في حجم اتنين يئما يظل البرعم متصل يئما يظل البرعم متصل بجسم الخلية ويبدأ ينمو ويكون مستعمرة زي الشكل اللي قدامي تحت ده كده يئما ينفصل ويكون فطر جديد وطبعا بيكون حجم الفطر الجديد أصغر من حجم الخلية الأم تمام زي ما احنا شايفين الخلية الأم بتبقى أكبر من حجم الفطر الجديد يبقى قدامه حاجة من اتنين ياما ينفصل البرعم ويكون فطر جديد ياما يظل متصلا بالخلية الام ويكون مستعمرة هي سلسلة هي زي ما احنا مشيه كلها لازقب بعضها دي بنسمها مستعمرة طيب عندي بعد كده التقصر بالتجدد في نجم البحر في عندي حاجة برضو تبقى عارفها في حاجة اسمها التجدد وفي حاجة اسمها التقصر بالتجدد التجدد يحصل امتى لو الحيوان كله موجود واضرع منه بس اللي اتقصر في الحالة دي بقيت الحيوان يعمل تجدد النوع ايه تجدد يعني يعوض الجزء المفقود منه بس جزء اللي اتفقد ده هو يبدأ ينمو تاني تنمو الزرقية ويعوض الجزء المفقود منه ده كده اسمه تجدد اما التقصر بالتجدد الدراع اللي اتقصرت ويبقى فيها جزء من الكرس الوسطي هتعمل تقصر بالتجدد هتبدأ من الصفر تاني فهنا ايه هتبدأ تنمو حتة بحتة هتبدأ تنمو تاني هي بتنمو بالانقسام الميتوزي مكونة ايه مكونة نجمة بحر جديد حيوان جديد تاني هو. طيب اذا التكاثر بالتجدد بيعتمد على الانقسام الميتوزي وبيبدأ من الصفر يحصل في نمو. ماشي? اما التجدد وتعويض الاجزاء المفقودة. طيب عندك بعد كده التكاثر بالابواغ اللي هي الجراسيم ده فطر عفن الخبز زي قدامنا هو ده عبارة عن الفطر شكل هو دي حوافز جرسمية هي القوار اللي فوق دي اول ما الجراسيم بتنمو بتروح جاهل حافزة منفجرة واتطير الجراسيم في الهواء. فلما الطير بتسقط على بيئة مناسبة اللي هو الخبز طبعا. يتقع على العيش. لما تقع على العيش تنمو. فلما تنمو بتكون لفطر جديد زي ما احنا شايفين كده. طيب عندي بعد كده تكوين الامشاج. عندك الخصية. نجي هنا للخصية. آآ بيحصل لها انقسام ميوزي اول. بينتج عنه خليتين فيها نص العدد اللي موجود في الخليل الام. الخليل الام فيها تو ان. ينتج خليتين فيهم ان وان. عندك بعد كده كل خليل من الاتنين يحصل لهم انقسام ميوزي ثاني. فكل خليل يدين اتنين برضو فها نص العدد. تمام? اللي موجود في الخليل الام. ان 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 ان. اللي هو الخليل الام كانت فاته ان. في الدين ونص العدد. دي عمليه التكوين الامشاج المذكر لها الحيانات المنوية. دي شكل ايه بصد كده. هنا بقى الانقسام الميوزي الثاني هنا ان وهنا ان. هنا اهو الشكل اللي احنا شايفينه ده كده. كل خليل تديني خليتين فها نص العدد برضو نص العدد. او انتجة الامشاج اللي قدامنا دي. تمام? طيب. عندي بعد كده. يجي يقول لك نشاط يوضح التقاصر في فطر الخميرة. طبعا هنجيب قطعة من الخميرة محلول سكري ماء دافئ ميكروسكوب شرحة زجاجية غطاء شريحة عود اسنان. هنحط واحد ملي من محلول سكر. واربعة ملي من مية دافئة ماء دافئ الى اتنين ملي محلول الخميرة في طبق باتري. ترككم لمدة عشر دقيقة في مكان مظلم. اخذ بعضها من الخليط بواسطة عود اسنان وضعه على شريحة زجاجية. غط الشريحة برفق. افحص الشريحة تحت الميكروسكوب اللي هو المجهر. نلاحظ ابقاء يتقاصر فطر الخميرة بالتبرعم. ينشأ البرعم في الخميرة كبروس جانبي. تنقسم نواة الخلية ميتوزين الى نواتين. تبقى احدهما في الخلية الام وتهاجر التسانية الى البرعم. ينمو البرعم تدريجيا ويبقى متصلا بالخلية حتى يكتمل نموه ثم ينفصل ويصبح فطر جديد او يستمر متصلا به ويكون مستعمر. يبقى ازا يتقاصر فطر الخميرة بالتبرعم. عندي بعد كده يجي لك يحدث التقاصر بالانشتر السنائي في الكائنات الحية وحيدة الخلية اللي هي الاوليات الحيوانية زي الاميبة والبروميسيوم والجلينا. كمان بيحصل في التحالب البسيطة وفي البكتاري. يحدث التقاصر بالتبرعم في الكائنات الحية وحيدة الخلية زي فطر الخميرة. وفي الكائنات عديدة الخلية زي الهايدرا والاسفنج. يختلف التقاصر بالتبرعم في الخميرة عن الانشتر السنائي في ان التبرعم ينتج خليتين مختلفتين في الحجم. مع بقاء الفرد الابوي. يتكون نجم البحر من كرس وسطي وتخرج منه ازرع متعددة. يحدث التقاصر بالابوغ اللي الجرسين في بعض التحالب والفطريات مثل فطر عفن الخبز وفطر عشر غراء. يحدث التقاصر الخضري في بعض النباتات بدون الحاجة الى بزور لانتاج نباتات جديدة مشابهة تماما للنبات الام. يتم التقاصر الخضري بالانقسام الميتوزي. بيبقى التقاصر الخضري دي له شكل اما طبيعي او صناعي. طبيعي بيتم بوسط الاعضاء النباتية المختلف كالاوراق والجزور والسقا. صناعي زي الانسجة النباتية والخلايا مثل زراعة الانسجة يبقى اشهر للطرق الصناعية ماشي اللي هي بتبقى زراعة الانسجة تمام. طيب هنقف لحد هنا عشان ما نطولش وقت الفيديو. كده بنكون خلصنا مراجعة الدروس سريعا وخلصنا المراجعة بتاعتنا على الدروس. ما تهملش المراجعة ديه سنة تالتة وما تهملش المراجعة ديه ابدأوا فيها تاني من الاول لو انتوا لسه ما تبعتوهاش السلسلة على بعضها. ان شاء الله هتفيدكو كتير بازن الله. واستنونا في حل امتحانات ومحافظات كتير جاء ان شاء الله. ما تنسوناش من صالح دعائكم. كان معكم مستر ابراهيم السيد. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهدوا ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.